أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفتكروا لماذا أرسل الله عز وجل هذا العدد الضخم وهذا العدد الهائل من الأنبياء والرسل إلى تلك الأقوام التي مرت وسبقت لربنا عز وجل أرسل هذا العدد الكبير جدا من الرسل أكيد في أسباب لكذا ومن هذه الأسباب أن الله عز وجل يريد أن يقيم الحجة على الناس عند المسائلة أمامه سبحانه وتعالى لذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا علشان ما فيش حد يكون لي حجة ويقول يا رب كنت بعت لي رسول أو نبي وأنا أسمع الكلام وأطيع يعرفني الصحي من الغلط وأنا كنت أتبع الطريق الصحيح وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك يا رب كنت بعت لنا بس نبي أو رسول كده وإحنا هنعرف الصح من الغلط ونطيع لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فلذلك كثر إرسال الرسل ربنا عز وجل أرسل رسل تترى رسل كثيرة علشان ما فيش حد كل حجة عند الله عز وجل يوم القيامة وأيضا من الأسباب اللي أدت إلى كثرة الرسل وإن يكون فيه رسل كثيرة ومتعددة إلى جميع الأمم التي سبقت ومرت إن الأمم دي كانت مختلفة في الثقافة واللغة والعادات والتقاليد والفكر كانوا مختلفين في كل شيء لذلك كان لابد أن يكون فيه رسول من كل أمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه من الأمة بتاعته ليبين لهم فده كان سبب من أسباب كثرة الرسل وتعدد الرسل إن الأقوام والأمم دي مختلفة أصلا فكان لابد أن يكون لكل أمة من الأمم دي رسول من نفس الأمة علشان يعرفهم الصح من الغلط والطريقة إلى الله عز وجل وأيضا من الأسباب التي أدت إلى كثرة الرسل وتعدد الرسل على مر التاريخ لتلك الأمم إن الأمم دي كان عندها عناد وقسوة وتعند أدى ذلك إلى كثرة إرسال الرسل حتى في الوقت الواحد كان فيه في الوقت الواحد أكثر من نبي وأكثر من رسول مثال ذلك سيدنا داود وابنه سليمان عليهم السلام وأيضا سيدنا يحيا وسيدنا زكريا وسيدنا عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام فكان تعنّة الأمم وقسوة الأمم وعناد الأمم دا كان سبب من أسباب كثرة الرسل حتى وجود أكثر من رسول في الوقت الواحد وأيضا من الأسباب التي أدت إلى كثرة إرسال الرسل وتعدد الرسل على مر الزمان والتاريخ إن ما كانش فيه وسائل اتصال بين الأمم يعني ما فيش وسائل اتصال ولا تواصل بين الأمم وبعضها البعض ما فيش حد يقدر يقول لحد إحنا عندنا رسول بيقول كذا وكذا وكذا كان التواصل بين الأمم ضعيف جدا 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 فده كان سبب من أسباب كثرة الرسل إن كل أمة يكون لها رسول لأن ما فيش أمة هيجي لها رسول تعرف تقول لأمة أخرى إن إحنا عندنا رسول بيقول كذا وكذا وكذا فعلشان ما فيش تواصل بين الأمم دي وبعضها البعض كان كل أمة بينزل ليها رسول لوحدها رسول جاء لها هي بس يعرفها بربنا عز وجل ويعرفها طريق الخطأ من طريق الصواب وإزاي يمشوا في الطريق الصحيح إلى الله عز وجل وأيضا من أعظم الأسباب التي أدت إلى تعدد الرسل وكثرة إرسال الرسل إن النبوة أو الرسالة أمر عظيم جدا فمن قدر الله عز وجل له في الأزل أنه سيكون نبيا أو رسولا سيكون لا محالة نبيا أو رسولا فكل الأمور دي وغيرها كانت من أسباب تعدد الرسل وكثرة الرسل إلى جميع الأمم على مر الزمان والتاريخ وبكذا يكون انتهى فيديو النهاردة أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله لا تنسونا من صالح دعائكم ودمتم في رعاية الله